موسيقى الحمد لله الذي صدق وعده وألهم الإنسان هديه ورشده وأمره أن يوفي بعقده ويلتزم شرف كلمته ووعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جعل الوفاء من شيام المتقين وخلقا رفيعا من أخلاق المؤمنين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أوفى الخلق بالوعود والذمم وأشكرهم للإحسان والنعم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه صفوة الأمم وعلى أتباعه ما خط في فضل الوفاء قلم وما تحدثت بمحاسنه لسان وثم أما بعد فيا أيها المسلمون حديثنا عن حسن العهد لأنه من الإيمان المقصود بحسن العهد ها هنا الحفاظ ورعاية الحرمة أو حفظ الشيء ومراعاته حالا بعد حال وحفظ عهد المعرفة المتقدمة فتحفظ لمن كان بينك وبينه سبب علاقة من نسب أو زواج أو صحر أو صداقة أو جوار أو زمالة في عمل إلى غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا لنشأة علاقة بينكما وتحافظ على هذه العلاقة بحسن العشرة ورعاية الحرمة وزيادة المحبة والألفة والبذل المادي والمعنوي ولا يمكن أن يحسن الإنسان عهده بإنسان وهو لا يحبه ولا يألفه أو يعاشره مدة من الزمان وأسوق في ذلك قصتين الأولى وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع ماشطة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية قال بل أنت حسانة المزنية ثم سألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم كيف حالكم كيف كنتم بعدنا قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقرب إليه لحم فجعل يناولها صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله لا تغمر يدك أي لا تملى يدك بالطعام غيرة منها فلما خرجت ماشطة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سابقا قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان من أين أبدأ في مديح محمد لا الشعر ينصفه ولا الأقلام هو صاحب الخلق الرفيع على المدى هو قائد للمسلمين همام هو سيد الأخلاق دون منافس هو ملهم هو قائد مقدام ماذا نقول عن الحبيب المصطفى فمحمد للعالمين إمام إنها كانت تأتينا زمن خديجة وإن حسن العهد من الإيمان نعم وقد عقد البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب بابا خاصا له فقال باب حسن العهد من الإيمان وذكر فيه حديثا عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولقد هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذبح الشاتى ثم يهدي في خلتها منها يكرم النبي صلى الله عليه وسلم معارف وصواحب خديج حبا لها ورعاية لعهدها فيرسل إليهن من الطعام ما يكفيهن يفعل ذلك وفاء لها وحفظا لعهدها وقد رحلت عنه قبل سنين طويلة وهذا خلق عظيم لا بد أن نتخلق به اتصل بي شخص من أهل الفلوجة وقال أتصل عليك وأسلم عليك وصراحة أنا لا أعرفه لكني أعرف والده يقول لي أتصل عليك لأن والدي رحمه الله صديق والدك وأنا أتصل بكل صديق لوالدي وأتواصل معهم إكراما لوالدي وأنا أذكر وأنا صغير وأن والدي كان يذكركم الله الله أكبرت فيه هذا الكلام وترحمت على والده ودعوت الله أن يحفظ لي والدي الذي كان سببا في تواصل الأبناء فيما بينهم وأن يبارك في هذا الشاب الذي يتواصل مع من كان يتواصل معه معهم والده القصة الثانية حين رجع صلى الله عليه وسلم من الطائف حزينا مهموما بسبب إعراض أهلها عن دعوته وما ألحقوه به من أذى لم يشاء أن يدخل مكة كما غادرها إنما فضل أن يدخل في جوار بعض رجالها فقبل المطعم بن عدي أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جواره فجمع قبيلته ولبسوا دروعهم وأخذوا سلاحهم وأعلن أن محمدا في جواره ودخل النبي صلى الله عليه وسلم الحرم وطاف بالكعبة وصلى ركعتين وبعد سنين طويلة هاجر صلوات ربي وسلامه عليه وكون دولة في المدينة وهزم المشركين في بدر ووقع عدد منهم في الأسر وإذا بالوفاء يتجسد برسول الله صلى الله عليه وسلم هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري لو كان المطعم بن عدي حئيا ثم كلمني في هؤلاء نتنا لتركتهم له أي وفاء هذا يا رسول الله حتى مع المشركين حتى مع أعدائك ولكننا اليوم نفتقد ما نسمع بشكل عام ونشكو يا رسول الله ضياع ذلك وقلة أصحاب الوفاء ونرى من يوقع أخاه في بئر المكيدة والخداع بل أخذتهم الأموال والمناصب ونال بعضهم من بعض لا لشيء بل ليذله بمال أو صدقة أو منصب أو راتب أو وجاه وأكل بعضهم بعضا مات الوفاء فلا رفد ولا طمع في الناس لم يبق إلا اليأس والجزع فاصبر على ثقة بالله وارض به فالله أكرم من يرجى ويتبع جعلن الله وإياكم من أصحاب الوفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة